لا تفكر أنه بنتال الجينز اللي بصلك هو بنتال أصلي لأنه الجينز الأصلي بصل سعره لألف دولار في جولة اليوم راح نشاهد كيف يصنع الجينز وهل يستخدم القطن أم الصوف في صناعته ورح نعرف أيضاً الفرق بين الجينز الأصلي والمزيف ورح نعرف ليش المنظمات الصحية بتحارب مصانع بناطيل الجينز وهل حقاً لبس الجينز إلى العديد من الأضرار الصحية السلام عليكم أنا سامي مجتهى وبرحب فيكم خلونا في البداية نكسب الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وما بدي أذكركم قبل أن يبدأ لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واكتبوا لي بالتعليقات عن شو حابين أعمل بالحلقات القادمة كان يصنع الجينز قديماً من مزيج من القطن والكتان والصوف لكن حالياً لا يصنع إلا من القطن مع بعض الإضافات الأخرى في بعض الأحيان يكون الجينز مبطن بالصوف لكن شركات قليلة تدخل الصوف في صناعة الجينز وإحنا عملنا حلقة كاملة عن طريق تحويل الصوف إلى ملابس بإمكانكم مشاهدتها بالقناة الجينز اليوم بالعموم يصنع من القطن وتبدأ عملية صناعة الجينز بحصاد القطن من خلال آلة الحصاد العملاقة ثم تبدأ مرحلة التنظيف وإزالة البذور عن القطن بعدها يتم كبس القطن ونقله للمصانع في المصانع يمرر القطن إلى مرحلة الفرز أو التصنيف تعتبر هذه المرحلة بمثابة لحظة تقييم وتحكيم لنوعية القطن وجودته ثم إلى مرحلة غزل القطن عبر آلة التمشيط التي تفصل الألياف عن بعضها إلى أن تصبح خيوطاً لتصبح في النهاية جاهزة للنسج أو الحياكة بعد هذه الخيوط القطنية تنقل لمصانع سراويل الجينز طبعاً مصانع الجينز فيها قصص وحكايات وتختلف طريقة الصناعة حسب جودة البنطلة وكثير بسأل نفسي ليش بتختلف أسعار بنطيل الجينز وشو بميز بنطيل المركات العالمية عن غيرها وكيف بدي أعرف أنه هذا الجينز أصلي ولا غير أصلي لهيك اليوم رح أجاوب على كل هاي الأسئلة وخلوني أبدأ معكم مع صناعة الجينز الأصلي غالي الثمن بنطيل الجينز الأصلية غالية الثمن تستغرق سباغتها باللون الأزرق نيل العميق ما بين شهر إلى شهرين بعد هاي المدة ينتج معهم خيوط مصبوغة بلون مميزة ومن الصعب زوال هذا اللون سواء مع الغسيل أو حتى مع مرور الوقت لاحظوا معي حتى أيدي من يصبغ هذه الخيوط المخصصة للجينز تبقى ملونة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل لأنه بيستخدم اللون النيل الحقيقي وليست الصبغات الصناعية المزيفة التي تستخدمها أغلب المصانع اليوم هذا الجينز ياباني أصلي يحمل اسم مومو تارو الزوج منه يصل إلى أكثر من 2000 دولار هاي الماركة تصبغ خيوط الجينز يدويا ويستخدم هذا المصنع اللون النيلي الطبيعي مثل ما حكينا والذي يأتي من أوراق نبات النيلة الطبيعي اتخيلوا الكيلو جرام من بعض النيلة الإصطناعية سعر ما بين إلى 4 أو 5 دولارات لكن النيلة الطبيعية تكون أغلى بعشرة أضعاف فيقوم هذا العامل بصبغ لفات الخيوط القطنية ثم يعصرها ويعلقها حتى تجف اتخيلوا معي أن كل لفة من خيوط القطن يتم صبغتها 30 مرة يصبغها ثم يتركها لتجف وهكذا لعدة أيام وبهذه الطريقة تتشبع الخيوط القطنية باللون النيلي فتصبح جزء من الخيوط ويظهر أخيرا اللون الأزرق الداكن المشبع طبعا أغلب الجينز المنتشر حاليا في الأسواق بيستخدمه في الأصباغ الصناعية وأنك تصل لجينز مصبوغة خيوط باللون النيل الطبيعي هذا شيء صعب وبحاجة أنك تجهز ألف دولار للبنطال الواحد ومثل ما بقوله سعره فيه لأنه هذا الجينز لونه فريد متماسك يبقى محافظ على لونه لزمن طويل لكن حتى يسأل سؤال وتقول يعني يا سامي فقط نوع الصبغة هي اللي بتخلي بنطال الجينز سعره ألف دولار؟ الإجابة غير صحيح ليس فقط اللون النيلي هو من يميز جينز المركات العالمية فكل مرحلة من مراحل الإنتاج تتطلب اهتماما دقيقا فمثلا من المعروف أنه يتم نسج قماش الجينز بطريقة الدنم طبعا تعتبر طريقة النسج بالدنم طريقة قوية ومتينة وهي من الأسباب الرئيسية التي جعلت الجينز متين وقوي وكل الشركات الصغيرة والكبيرة بتستخدم هاي الطريقة ومن خلال النسج بهاي الطريقة ينتج عنا نسج قطني قوي يخلق نمطا مضلعا قطريا رقيقا لكن اللي بميز هاي الشركة اليابانية التي تنتج جينز غالي الثمن هو استخدامها لنل المكوك القديم اليدوي في ظل أنه أغلب الشركات بتستخدم ماكينات النسج الحديثة فبتم عملية النسج باليد باستخدمه نل قديم تخيلوا معي أنه النسج 10 سنتي فقط من قماش الجينز بياخد معهم وقت ساعة كاملة والسبب أنهم ما زالوا باستخدموا المكينات القديمة أنه هاي الماكينة بتاخد كمية خيوص أكثر من المكينات الحديثة لأنها تعمل ببطء شديد لكن بتنتج جينز مثالي ومختلف تماما عن الجينز الموجود حاليا بالأسواق فالملمس يكون مختلف لهيك باللاحظة أنه بناطيل الجينز لهاي الماركة اليابانية بتكون خيوطها شبه بارزة وأكثر خشونة من الخارج وبتكون استهلكت كمية خطن أكثر وكذلك وزن البنطال بكون أثقل وفي المقابل بناطيل الجينز الأخرى بكون إلها سطح أملاس وبكون وزنها أخاف طبعا نفس الشركة إذا بدأت تصنع بنتال جينز يكلف فقط 100 أو 150 دولار بتستخدم مكينات النسج الآلية لكنها أيضا قديمة وليس حديثة وتكون بطيئة نوعا ما وينتج معنا قماش مميز لكن أقل بروز من المكينة اليدوية وأيضا بتستخدم الأصباغ الصناعية بدل الطبيعية طبعا هاي الأشياء بتنزل سعر البنطال من 1100 أو 150 دولار تخيلوا الفرن طبعا بعد صناعة قماش الجينز بالطريقة اليدوية تأتي مرحلة تشكيل الجينز والتي تكون يدوية بالكامل وتدار على أيدي خياطين مهرة يهتمون بالبنطال الواحد اهتمام مذهل بكل مراحل التشكيل وباستخدموا النحاس بدل من الحديد أو الألمونيوم في عمل الأزرار السوستة وغيرها بعدها إلى مرحلة عمل الأشكال المختلفة على الجينز سواء من خلال الحرق بالليزر أو بالسنفرة يدويا أو آليا بعد قليل راح نشاهد كيف بتتم العملية بالتفصيل طيب عرفنا كيف يصنع الجينز الأصلي خلونا نعرف سريعا كيف يصنع بنتال الجينز العادي بعد وصول الخيوط القطنية يتم صبغ الخيوط وغالبا ما يكون الجينز مصبوغا باللون النيلي بما يجعله اللون الأزرق لكلاسيكي ويتم الصباغة من خلال غمس الخيوط بشكل متكرر في الصباغ النيلي حتى يكتسب الخيط القطني لون أزرق غامق كثيف ويستخدموا أيضا نشط ذرة في مرحلة الصباغة طبعا بيستخدموا الصباغات الصناعية في صباغة الخيوط بدلة طبيعية وبإمكانهم اختيار أي لوند وتتم الصباغة بوقت قصير جدا مقارنة بمدة صباغة خيوط الجينز الأصلية التي تستمر من شهر لشهرين لهيك باللاحظ أنه مع مرور الأيام ومع غسيل البنطال غير الأصلي يبهت لونه بشكل واضح مرحلة الصباغة تستهلك كثيرا من الطاقة والمياه فالبنطال الواحد يستهلك 10 لترات من المياه ثم تمر الخيوط إلى مرحلة التجفيف بعدها من خلال النول يتم الجمع بين الخيوط الزرقاء وبعض الخيوط البيضاء فتخرج معنى رولات قماش كبيرة تحمل اللون النيلي بعدها تذهب قطع القماش الكبيرة إلى آلات القطع الأوتوماتيكية ويتم القطع حسب شكل المنتج الذي يريدون صناع تسوأ على شكل بنطال الجينز أو غيره من ملافس الجينز ثم يتم اكمال المهمة من خلال الخياطين يقومون بتركيب السحابات وكذلك الجيب والأزرار وغيرها ثم تنتقل البناطير إلى ماكينة الليزر الحارقة التي تقوم بتنفيذ الأشكال المطلوبة بعدها تمرر البناطير إلى مرحلة السنفر اليدوية ومن خلال ورق السنفر يتم إعطاء الجينز أشكال مختلفة ويمكن السنفر أيضا باستخدام بعض الآلات التي تقوم بوضع الشكل البالي للبنطال ثم يتم عمل الثقوب والأشكال الممزقة إما من خلال الآلات أو يدويا حسب قدرات المصنع بعدها تمر البناطير إلى مرحلة رش بعض الصبغات الشفافة لإضفاء درجات ألوان مختلفة ثم تنتقل البناطير إلى مرحلة الغسيل من خلال غسلات عملاقة ويمكن إضافة بعض المواد لإضفاء الشكل البالي للجينز وتتم العملية باستخدام مجموعة من المواد الكيميائية مثل المبيضات، المواد المناعمة أو المواد التي تنسق الألوان أو حتى استخدام الحجارة بطريقة معينة ولإتمام عملية صناعة الجينز يتطلب التضحية بكميات هائلة من المياه فهو يحتاج للغسيل عدة مرات وعند كل عملية غسل تتجرد بعض جزيئات الصبغة هذه وتأخذ أجزاء من الخيوط معها تعمل هذه العملية على تنعيم الأقمشة الخشنة وإضفاء طابع خاص على اللون لكن هذه المرحلة وغيرها جعلت مصانع الجينز مصدرا لتلوث البيئة المحيطة طبعا المنظمات الصحية العالمية بتحاول محاربة هذه المصانع لأنها بتقوم بإلقاء مياه الصرف الصحي المحملة بالمواد الكيميائية مباشرة في الأنهار وتشير التقديرات إلى أن 70% من أنهار وبحيرات آسيا ملوثة بـ 2.5 مليار من مياه الصرف الصحي التي تنتجها صناعة الجينز في تلك القارة لذلك قامت الحكومة الصينية مثلا بإغلاق 76 منشأة بين عام 2016 حتى 2018 من ضمنها أماكن صباغة الجينز بعد الغسيل يمكن أن يمرر الجينز إلى مرحلة القذف الرملي يوجه رمل دقيق في رشاش هوائي ثم يرش تحت ضغط عالي على القماش حتى يبدو رثا حسب الموضة بعدها إلى مرحلة التجفيف ثم الكي والتغليف والشحن وأخيرا خلونا نشاهد شو بتقول المصادر الطبية عن ارتداء بناطيل الجينز سأعرض باختصار شو بقول هيلثلين الأمريكي ومديكال نيوز دو دي وغيرها من المواقع الطبية وسأترك الروابط بالتعليقات مع روابط عربية للي حابب الاستيزادة وتقول المصادر حسب دراسة شملت ألفين رجل بريطاني تبين أن ارتداء الملابس الضيقة على مدى فترة طويلة يؤدي إلى التهابات المسالك البولية أيضا الملابس الضيقة بما فيها الجينز قد تسبب مشاكل صحية مثل التهيج والألم ومشاكل في الجهاز الهضمي فهي تؤدي إلى زيادة الضغط على المعدة والأمعاء ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض مثل ارتجاع المريء وحموضة المعدة فيما حذر أطباء أستراليون من أن ارتداء سرويل الجنز الضيقة جدا قد يشكل خطرا على الصحة مشيرين إلى حالة امرأة فقدت مؤقتا أي إحساس في رجليها بعدما لبست منطالا ضيقا لساعات طويلة وقد أمضت عدة ساعات في وضع القرفصاء لأنها كانت تساعد أحد أفراد أسرتها في نقل منزل في أستراليا هذا بالإضافة لمجموعة من الأضرار للجنز الضيق منها إبطاء الدورة الدموية وآلام في القدمين في الختام مهما كان سروال الجنز الضيق الذي ترتديه مواكبا للموضة فإنه من الجيد دائما المزاوجة بين هذا النوع من السراويل وأخرى أوسع بمجرد الوصول للبيت لأنه قضاء الكثير من الوقت في ارتداء الجنز الضيق خاصة إذا كنت بتتحرك أو تجلس القرفصاء طوال اليوم قد يؤذي العضلات والأعصاب في السقين وغيرها من الأضرار اللي ذكرناها قبل قليل طبعا بهيك بنكون وصلنا لختم هذا الفيديو لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء